بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم اتكلمنا في الحلقة رقم 19 عن الطريقة التقليدية لحساب الوزن الجاف بالنسبة للمريض الغسيل الكلوي وقلنا إنها بتعتمد على خبرة الطبيب المعالج وعلى رؤيته لحالة المريض اللي قدامه قلنا إن ارتفاع مستوى السوائل في جسم الإنسان من الأسباب الرئيسية لارتفاع ضغط الدم وكمان من الأسباب الرئيسية للكارديوفاسكولار ديزيسس أو أمراض القلب والأوعية الدموية وبالنسبة لمرضى الغسيل الكلوي تحديدا أمراض القلب والأوعية الدموية هي السبب الرئيسي للوفاة فكانت الحاجة ملحة إننا نجد طريقة أكثر دقة من الطريقة التقليدية علشان نقدر نقيس بها الوزن الجاف للمريض لأن إدارة مستوى السوائل عند مريض غسيل الكلة تحديدا من الأهمية بمكان إنه يتم بشكل صحيح علشان يحافظ على حياته على المدى الطويل وزي ما بنقول كده في الهندسة الحاجة اللي ما تقدرش تقسها ما تقدرش تتحكم فيها أو تدرها بشكل صحيح فكانت الطريقة الحسابية هي باستخدام جهاز البي سي ام أو البادي كومبوزيشن مونتور البي سي ام جهاز من إنتاج شركة فرزينيوس ميديكال كير الألمانية ودي واحدة من أكبر الشركات على مستوى العالم في مجال الدياليسز أو الغسيل الكلوي وكل ما يتعلق به من منتجات الجهاز بيمكننا من إنا نقدر نقيس مستوى السوائل في جسم المريض نقدر نقيس التوتال بادي ووتر كمية الميا في الجسم كله الاكسترا سيلولار بادي ووتر اللي هو كمية الميا خارج الخلايا والانترا سيلولار ووتر اللي هو كمية الميا داخل الخلايا وعنشرح كل واحدة منهم بالتفصيل كمان شوية كمان الجهاز بيدينا معلومات عن النيوتريشنال ستيتوس أو مستوى التخزية بتاع المريض عن طريق انه بيئيس اللين تشوماس والأديبوس تشوماس اللي هي كتلة الأنسجة الخالية من الدهون وكتلة الأنسجة اللي بتحتوي على دهون واللي بتكون مؤشر لطبيب الكلة عن مدى التخزية الجيدة بالنسبة لي المريض عملية القياس بتتم نان انفيزيف بشكل غير جراحي الجهاز بيتم توصيله بالإنسان من خلال سطح الجلد فقط وعملية القياس لا تستغرق أكثر من دقيقتين الجهاز بيعتمد على تكنولوجي اسمها البي اي اس تكنولوجي أو البايو امبيدنس سبيكتروسكوبي انه هو بيعتمد على قياس الخصائص الكهربية لجسم الإنسان ومدى التوصيلية الكهربية لجسم الإنسان وزي ما احنا عارفين ان الفاتس او الدهون بيكون لها يعني مقاومة عالية للطيار الكهربية وفي المقابل البلد او الدم المقاومته للطيار الكهربية بتكون قليلة فكرة عمل الجهاز ببساطة هي تمرير طيار كهربي متردد من خلال قطبين كهربيين متصلين بجلد الإنسان في أحد الأطراف والتقاط فرق الجهد الكهربي عند طرف آخر ومن خلال قياس فرق الجهد ده نقدر نحدد مقاومة الجزء اللي مر من خلاله الطيار الكهربي في جسم الإنسان فمرة بنمرر طيار الكهربي بتردد صغير هذا التردد الصغير لا يستطيع ان يخل الطيار الكهربي يخترق أغشية الخلايا فبيمر فقط من المنطقة اللي هي خارج الخلايا اللي هي السوائل اللي موجودة خارج الخلايا الاكسترا سيلولر ووتر وبالتالي الجهد الكهربي الملطقت في الطرف الآخر بيعبر فقط عن مقاومة الاكسترا سيلولر ووتر وعليه أقدر أحدد كمية الماء الموجود خارج الخلايا اللي هو الاكسترا سيلولار ووتر ومرة تانية بنمرر تيار كهرابي بتردد عالي عشان المرة دي يقدر يخترق أغشية الخلايا ويمر من خلال الجسم كله فبيمر من خلال الخلايا وبيمر كمان من المنطقة اللي خارج الخلايا فالجهد الملتقط في الحالة التانية دي بيعبر عن مقاومة المنطقة اللي خارج الخلايا والمنطقة اللي داخل الخلايا وبالتالي بيعبر عن مقاومة الجسم كله وبالتالي هنا أنا بقدر أحسب التوتال بادي ووتر أو كمية الماء الموجودة في الجسم كله ففي المرة الأولى أنا حسبت الاكسترو السيلولر ووتر الماء الموجود خارج الخلايا وفي المرة الثانية حسبت التوتال بادي ووتر أو الماء الموجود في الجسم كله وبالتالي أقدر أحسب الماء الموجود داخل الخلايا عن طريق أن نطرح كمية الماء اللي كانت خارج الخلايا من كمية الماء الموجودة في الجسم كله يديني كمية الماء اللي موجودة داخل الخلايا وده مهم جداً حيدينا مؤشر بقى لمستوى الأوفر هيدريشن عند مريض الكلا قدية كمية السوائل الزيادة عنده الجهاز يقدر يحسبها ويقول لي هي قد ايه بالضبط زي ما قولنا قبل كده في حلقة الألترا فلتريشن إن عملية السحب اللي بتتم أثناء جلسة غسيل الكلا بتتم من المنطقة اللي هي خارج الخلايا الاكسترا سيلولر ووتر وإن جسم الإنسان بيبدأ يعوض الكمية اللي تسحبت ديه عن طريق الجهاز بيعوضها بماء من داخل الخلايا فجهاز البي سي ام قدر يحسب لي كمية الميا اللي خارج الخلايا وكمية الميا اللي داخل الخلايا طيب تعالوا نشوف بقى شرح عملي إزاي بتتم عملية القياس عن طريق جهاز البي سي ام زي ما احنا شايفين كده ده جهاز البي سي ام وحجمه طبعا صغير ما هواش ده طبعا البيشنت كارد أو الكارد اللي بيتم تسجيل عليه القياسات اللي بيقوم بيها الجهاز وده الكارد ريدر اللي هو بيستخدمه الطبيب وبيبوصله بالكمبيوتر بتاعه أو باللاب توب بتاعه عشان يستخرج البيانات ودي الأدهزف الكتروز أو الأقطاب الكهربية اللي حيتم توصيلها بجسم الإنسان ودي الكونيكشن كيبلز أو الكابلات اللي حيتم توصيلها ما بين الأقطاب الكهربية على جسم الإنسان وما بين جهاز البي سي ام الجهاز طبعا بيكون ليستاند بدعامات كده ويمكن تحرقها في أي اتجاه زي ما بنحب أو يكون الوضع مريح بالنسبة لنا بتبدأ عملية التشغيل للجهاز بنعمل دي ما احنا شايفين كده بيبدأ يعمل وكاتب لي تحت طبعا هو يعني مفيش كارت المريض مش محطوط لسه في الجهاز هنبدأ نحط الكارت بالطريقة اللي احنا شايفينها دي وده بتاعه او المنفذ اللي بيتم توصيل كارت المريض في الجهاز خلاص الجهاز حسب الكارت وبيقول لي ان هتم سنجل ميجورمينت هتحصل عملية قياس فردية للمريض ده هنعمل كونتين بيديني اللي هو اخر عملية قياس تمت بالنسبة لهذا المريض كانت في تسعة وعشرين اغسطس الفين وتسعة عشر الساعة تمانية وتلات عشر دقيقة هنعمل كونتين حيقول لي انت عاوز تعمل نيو ميجورمينت ولا عاوز تستعرض السيف دي ميجورمينت او القياسات اللي كانت قبل كده وتم تخزينها على الكارت ممكن نستعرض السيف دي ميجورمينت نشوف القياسات اللي كانت قبل كده كانت عاملة ازاي طبعا الحركة اب وداون عن طريق الاسهم هنرجع خطوة الورا زي ما احنا شايفين كده دي الزراير اللي بتبين الفونكشنز المختلفة للجهاز طبعا بنزبط الجهاز في وضعية تريح العين عشان نقدر ناخد القرية بشكل صحيح هنبدأ نستعرض البيانات اللي تم تخزينها من قبل هنعمل بيجيب لي في اول شاشة بالنسبة للمريض ده كان اتنين وتمانية من عشرة لتر زي ما احنا شايفين كده والنقطة اللي بتتحرك دي على المؤشر هي مستوى الوفر هيدريشن عند المريض الشاشة التانية بتوضح لنا اليوريا ديستريبيوشن فوليوم احنا كنا تكلمنا عن كمية الماء الموجودة في الجسم كله الماء الموجود في الجسم ده بيكون موزع في اليوريا والكرياتينين اللي هي السموم اللي انا عاوز استخلصها من الجسم اسناء الجسيل وبالتالي انا لما حدد بيكون هو اليوريا ديستريبيوشن فوليوم طب بيفيدني بايه بيفيدني بان انا نقدر احدد الدهاليسيس دوز او جرعة الغسيل اللي هتكون مناسبة للمريض ده عن طريق ان انا بحدد المتغير في في المعادلة اللي هي كيتي اوفر في ان شاء الله في المستقبل هنتكلم عن حاجة اسمها الاو سي ام اونلاين كليرانس ميجرمنت اللي من خلاله بنقدر نحدد مدى كفاءة جلسة الغسيل ونقدر نحدد بالزبط احنا عايزين جرعة الغسيل تكون قد ايه بالنسبة للمريض الاو سي ام او الانلاين كليرانس ميجرمنت بيعتمد بشكل اساسي على متغيرات المعادلة اللي هي كيتي اوفر في حيث الكي اللي هو الكليرانس اللي هو مدى الكفاءة في التصفية من السموم والفضلات النيتروجينية والتي اللي هو الدياليسز تايم او السيشن تايم مدة جلسة الغسيل اللي في المتوسط بتكون اربع ساعات والفي اللي هو الفوليوم اوف يوريا ديستريبيوشن حجم الماء اللي متوزع فيه اليوريا بيكون قد ايه جهاز البيسي ام اسلينة الفيدي ادهالنا وبالتالي المعادلة عندي حيكون متبقي فيها متغيرين الكي اللي هو الكليرانس اللي بيعتمد بشكل كبير جدا على مرشح الدم او الدياليزر على مدى جودته وكفاءته والمتغير التاني كمان الفاضل اللي هو تي اللي هو مدة جلسة الغسيل وبالتالي التلات متغيرات دول لما بيكونوا واضحين قبل جلسة الغسيل يقدر الطبيب المعالج يحدد الجرعة الغسيل اللي هيديها للمريض تكون عاملة ازاي يختار له نوع فلتر غسيل الكيليرانس بتاعه بيكون قد ايه يختار له طايم او مدة جلسة الغسيل تكون قد ايه عشان ياخد كفاءة جلسة غسيل بشكل مناسب للمريض في الشاشة التالتة دي الجهاز حسب اللي هو المستوى الزائد من السوائل حسبه للمريض ده اتنين وتمانية من عشرة لتر الشاشة الرابعة بعد كده الجهاز حسب فيها بالنسبة ليه المريض سبعين كيلو جرام وسبعة من عشرة والويت تلاتة وسبعين ونص يعني وزن المريض قبل جلسة الغسيل كان تلاتة وسبعين ونص اللي هو المقصود بيه اللي هو الوزن الجف للمريض المفروض يخرج بيه في نهاية جلسة الغسيل حسبه هنا للمريض سبعين كيلو جرام سبعين كيلو جرام وسبعمية جرام لو طرحناهم من بعدها حيدينا الاتنين وتمانية من عشرة لتر اللي شفناهم في الشاشة اللي كانت قبل كده كمان الجهاز من ضمن البيانات اللي قتح حالنا هنا اللي هو ضغط الدم قبل جلسة الغسيل كان مية سبعة وتلاتين على سبعة وسبعين في الشاشة رقم خمسة الجهاز حسب لنا هنا تلاتة وتلاتين وتسعة من عشرة لتر الاكسترا سيلولر ووتر سبعتاشر ونص لتر اللي هي كمية الماء اللي خارج الخلايا والانترا سيلولر ووتر ستاشر واربعة من عشرة لتر اللي هي كمية الماء داخل الخلايا والإي سلاش آي اللي هي نسبة الماء الموجود خارج الخلايا الى نسبته داخل الخلايا بتساوي واحد وستة من مية في الشاشة رقم ستة الجهاز حسب لنا البادي ماس اندكس والليين تيشو اندكس والفات تيشو اندكس كل دي قياسات ومؤشرات بياخدها طبيب الكلف حسبانه لانه بيقارنها بمستويات طبيعية عند الانسان الطبيعي ومن خلالها بيقدر يحدد حاجات كتير بالنسبة للمريض ده يقدر يحدد مستوى الزيادة من السوائل زي ما قلنا يقدر يحدد كمان من خلال الشاشة رقم ستة دي يقدر يحدد مستوى التخزية بتاع المريض لان تخزية المريض بتنعكس على كتلة الانسجة اللي بتحتوي على دهون وكتلة الانسجة الخالية من الدهون فالدكتور بيبدأ يقارن نسب كتل الانسجة دي لبعضها ويشوف هل التخزية بتاع المريض ده ماشية في الاتجاه الصحيح ولا لا عشان يبدأ هو يعدلها ويحسنها بالنسبة له هذا المريض في الشاشة رقم سبعة الجهاز حاسب لنا اللين تيشو ماس اللي هي كتلة الانسجة الخالية من الدهون واحد وتلاتين واربعة من عشرة كيلو جرام يعني هذا المريض اللي كان وزنه تلاتة وسبعين ونص كيلو جرام منهم كمية الانسجة الخالية من الدهون واحد وتلاتين واربعة من عشرة كيلو جرام بتمثل اتنين واربعين وتمانية من عشرة في المية من وزن الجسم الفات او الدهون 28.4 كيلو جرام ودي بتمثل 38.18% من وزن الجسم كمان الادبوس تشو ماس اللي هي برضو كتلة الانسجة اللي بتحتوي على دهون 38.6 كيلو جرام والبادي سيل ماس كتلة الخلايا في جسم الانسان 16.8 كيلو جرام بالنسبة للمريض ده كل دي بيانات ومعلومات الطبيب من خلالها بيقدر يحدد بتاعت المريض زي ما قلنا بيقعد معاه ويتناقش معاه ويشوف التغذية بتاعته ماشية ازاي ومن خلال الارقام دي بيبدأ يعدله بقى نوعية التغذية كمية التغذية المواعيد بتاعت التغذية علشان يقدر يوصل معاه لأفضل مستوى من التغذية اللي يحسن صحته ويحافظ على حياته على المدى البعيد بعد كده هنبدأ عملية قياس جديدة زي ما احنا شايفين كده هنعمل وحنروح لي وحنعمل قبل ما تبدأ عملية القياس الجهاز اظهر لنا رسالة يعني بيقول لي ان كارت المريض اللي انت حطه في الجهاز ده ما هواش فاضي عليه عشرين قراءة سابقة هل تحب نعمل عليها نمسحها ونبدأ نسجل قياسات جديدة فاحنا حنقول له طبعا بنتحرك عن طريق الاسهم ونوصل لياس وبعدين نعمل الجهاز هيبدأ عملية القياس بس قبل القياس بيبدأ الجهاز يطلب بيانات عامة عن هذا المريض زي مثلا اللي هو ادخل نوع المريض فمثلا المريض ده بعد كده بيقول لي وزن المريض ده كام قبل الغسيل تلاتة وسبعين ونص طبعا هو بجيب لنا القراءة اللي كانت مخزنة قبل كده عن هذا المريض واستقدمها منين استخدمها من الكارت بتاعه فاحنا هنبدأ نحط الوزن الجديد طبعا احنا بنبقى وزننا المريض الاول وبالتالي بندخل الوزن الجديد بعد كده بيطلب طول المريض ده قد ايه الطول المخزن فيه قبل كده عن هذا المريض كان مية واحد وستين سانتي فاحنا بنشوف طول المريض تاني لان برضو احنا عارفين مريض الفشل الكلوي العظام عنده بتتأثر من وقت للتاني وبالتالي طوله كمان بيختلف بعد كده بيقول لي دخل عمر المريض ده العمر اللي كان مخزن فيه قبل كده تلاتة وستين سنة فاحنا بنعمل بعد كده بيقول لي دخل اللي هو الضغط اللي هو الرقم اللي بيبقى فوق فبنقول مسلا بيكون مية واربعين مسلا وبعد كده بيقول لي دخل اللي هو الرقم اللي تحت بالنسبة لضغط الدم خليه تمانين ونعمل بعد ما دخلت البيانات دي الجهاز بيبدأ يجيب لي زي سامري بيها بيجيب لي ملخص تاني علشان اشوف اللي انا دخلته ده كان بشكل سليم ولا فيه بيانات منها خطأ واوعيد ادخلها بشكل صحيح مرة اخرى فبيجيب لي ان الجندر كان ميل هذا المريض ذكر وان الطول بتاعه مية واحد وستين سانتي ووزنه تلاتة وسبعين ونص كيلو جرام وعمره تلاتة وستين سنة البيانات دي صحيحة هكمل واعمل بعد كده بيقول لي ان ضغط الدم اللي انت ضغط الدم اللي تم قياسه قبل بداية جالسة الغسيل لهذا المريض اللي انت دخلته للجهاز كان السيستوليك كان مية واربعين ويهي الدياستوليك كان تمانين هنعمل بعد كده الجهاز بيقول لي قبل ما نعمل هنبدأ بقى عملية التوصيل مع المريض زي ما حنشوف كده زي ما احنا شايفين كده بيتم توصيل كابل التوصيل من الخلف في البورت اللي قدامنا ده وزي ما احنا شايفين ده الكابل اللي حيتم توصيله وبيكون فيه زي علامة كده او اسهم كده زي ما احنا شايفين بيقول لي ادخل الكابل من اه اي اتجاه فبدخله من عند العلامة دي كده ودي طبعا اطراف التوصيل او الكليبس زي ما احنا شايفين فيه لونين اللون الاحمر اللي بيمثل البوزدف واللون الاسمر اللي بيمثل المريض بيكون في وضعية استلقاء ونتأكد انه مش متصل باي جسم معدني وبعد كده بنبدأ تعقيم سطح الجلد قبل ما نوصل عليه الاقطاب الكهربية الخاصة بالجهاز زي ما احنا شايفين كده التعقيم بالكهربية او باي معاقم ايا كان بنعقم اليد وبعدين بنعقم القدم اللي في نفس الاتجاه من الجسم نركز ان احنا لما حنو فيه طرفين كهرابيين حيتم توصيلهم باليد وحيتم توصيل الطرفين التانيين بالقدم اللي في نفس الاتجاه من الجسم زي ما احنا شايفين كده القطب الكهرابي الاول حيتم توصيله على منطقة الرسغ بالزبط الرستبون اللي هي عظمة الرسغ وبنسيب مسافة كده تلت اصابع متجورين وبنبدأ نحط الالكترود التاني زي ما احنا شايفين كده بنفس الطريقة دي كده وبعدين بنروح للقدم الموجودة في نفس الجانب من جسم الانسان وبنبدأ نحط برضو الالكترود التالت وبرضو بنسيب مسافة تلت اصابع متجورين ونحط الالكترود الرابع بالطريقة دي كده طبعا بنكون عقمنا قبل ما نحط الحاجات دي علشان ما يبقاش فيه اي عازل بنجيب جهاز البي سي ام بجوار المريض وبنبدأ عملية توصيل الكليبس دايما الكليبس الاحمر بيكون باتجاه الاصابع سواء كان في القدم او في اليد والقضب او الكليبس اللي باللون الاسود بيكون الى الخلف منه زي ما احنا شايفين كده الموضوع بسيط وسهل جدا الجهاز حياخد تقريبا عشرين ثانية كده الجهاز انتهى من عملية القياس هنعمل الجهاز كده بيخزن القراءات على الكارت الخاص بالمريض اللي احنا طبعا وضعناه في الجنب زي ما شفنا وبيبدأ الجهاز يوضح لنا بيقول لنا الوفر هيدريشن هنا تمانية من عشر لتر تمانمية ميلي جرامية بعد كده بيقول لي عشان ينهي عملية القياس يعني طلع الكارت الخاص بالمريض وهنا نقطة مهمة بقى الكارت ده انا هعمل بي ايه او ايه فايدته بالنسبة لي فايدته مهمة جدا بالنسبة للطبيب المعالج بياخد الكارت ده ويحطه في الكارت ريدر وبيوصله بالكمبيوتر بتاعه او اللابتوب الشخصي بتاعه ومن خلال صوفت وير اسمه الفلويد مانجمنت تول الصوفت وير ده بيقرى البيانات اللي موجودة على الكارت ده وبيبدأ يرسمها لنا في شكل شارتس او علاقات بيانية طبيب الكلم من خلال العلاقات البيانية اللي هو شايفها قدامه علاقات البيانية اللي بتوضح ايه زي ما قولنا بتوضح الوفر هيدريشن بتوضح اللين تشو ماس والأديبوس تشو ماس بتبدأ توضح متغيرات كتير الجهاز اسهى بالنسبة للمريض ده بيبدأ الطبيب يبص عليها ويقارنها بالمستويات الطبيعية عند الانسان الطبيعي ويشوف هل المريض ده بالوضعية دي ماشي في الاتجاه الصحيح بالنسبة لمستوى السوائل في جسمه بالنسبة ليه النيوتريشنال استيطس او مستوى التغذية بتاعه ماشي بالشكل الصحيح ولا محتاج يحصل له عملية تعديل ومستوى كمان انه ممكن اخزن قراءات كتير خاصة بالمريض ده ممكن توصل لمدة سنة والطبيب بضغطة كليك واحدة يقدر يشوف من خلال رسم بياني التغير اللي بيتم على الحاجات دي كلها بالنسبة للمريض على مدار سنة احنا في الطريقة التقليدية بيتم تسجيل البيانات دي للمريض في الدفاتر والسجلات عملية استخراجها عملية بيكون فيها نوع من الفوضى وعدم التنظيم لكن لما بتكون موجودة على صفت وير بالطريقة دي بتكون سهلة جدا للطبيب انه يجري عمليات المقارنة ويبدأ يقيم الحالة الكاملة للمريض ده مهم جدا الحالة الكاملة اللي بتشمل ايه؟ بتشمل مستوى التغذية بتشمل مستوى السوائل في جسمه وبالتالي يقدر يحط له زي خطة علاجية كاملة ويقدر طول الوقت بيرائب مدى تطور الخطة العلاجية دي الخطة العلاجية دي بتشمل ايه؟ بتشمل كمية السحب اللي بتتحط للمريض على جلسة الغسيل اختيار انواع الاطعمة والمشروبات اللي هيتناولها هذا المريض ويشوف مدى تأثيرها على اللين تشوماس والأديبوس تشوماس اللي هي كتلة الانسجة اللي بتحتوي على دهون واللي لا تحتوي على دهون في جسمه كل دي عوامل ومتغيرات يقدر الطبيب يقيمها بتسهل عليه عمله وبتساعده في انه يحط خطة علاجية سليمة بالنسبة ليه المريض فالجهاز مهم جدا وقد ايه بيساعد المريض في انه يحسن حالته ويحسن صحته على المدى الطبيب تعالوا نشوف بقى كأننا دخلنا الكارت ده في لابتوب بتاع طبيب وحيبدأ هو يعمل للداتا دي تعالوا نشوف كده مع بعض كده بزي ما احنا شايفين ده زي ما هي ظهرة قدامنا ده وبنلاقي عليه بعض البيانات كده طبعا الكارت اللي هو قارئ الكارت ده اللي بيتم وضع الكارت فيه وتوصيل هذا الكارت ريدر باللابتوب وبنبدأ نعمل بنضغط عليه كده بيبدأ الجهاز يقرى البيانات اللي موجودة على الكارت من الحاجات الجميلة انه ممكن تعمل ان الطبيب ممكن يعمل ان يشوف مسلا تشابه في الحالة الصحية لعدد من المرضى فيعمل لهم خاص بيهم هما بحيس لما يحط خطة علاجية يحط للمجموعة دي فده مهم جدا ومفيد وبيمكن الطبيب من انه يبدأ يصنف المرضى بدل ما يبزل مجهود كبير مع كل مريض على حدة من خلال الصوفتوير ده يقدر يحدد عوامل مشتركة كتير بين مجموعة معينة من المرضى ويحطهم في جروب لوحدهم ويبدأ يحط لهم خطة علاجية لهم مع بعض زي ما احنا شايفين كده بيبدأ يقول له لو عايز تضيف جروب وهتسميه ايه ويبدأ دخل اسماء المرضى اللي انت حتحطهم في الجروب دوت صوفتوير جميل وسهل بيساعد اطباء الكلا انهم يضعوا خطة علاجية سليمة بعد كده الجهاز تم استخراج البيانات بشكل صحيح وبيبدأ الطبيب بقى يستعرض او اللي هي العلاقات البيانية ما بين المتغيرات اللي الجهاز ده قام بياسها زي ما احنا شايفين كده يقدر كمان يطبع الريبورتات الخاصة بالمرضى دي من على الجهاز زي ما احنا شايفين كده دي رسومات بيانية وعلاقات بيانية يقدر الطبيب من خلالها يقارن مدى التطور في حالة هذا المريض ويقدر يقارن كمان الارقام والنسب اللي ظهره قدامه خاصة بالمريض ده مع الانسان الطبيعي بحيس يقدر يعدل في الخطة العلاجية الخاصة بكل مريض على حدة من وقت للتالي قد ايه الجهاز ده مهم ومفيد للمرضى وللاطباء وبينظم العمل وبيخليه سهل بشكل كبير جدا طب الجهاز ده متوفر فين احنا قلنا ان الجهاز ده بتنتجه شركة فرزينياس موديكال كير الالمانية موجود على بتاعها تقدر تحصل عليه منه او عن طريق احد الوكلة وبالتأكيد ليهم افرع في دول كتير في العالم وليهم وكلة في دول كتير في العالم تقدر تتواصل معهم المهم ان هذا الجهاز ليه اهمية كبيرة جدا جدا لانه بيدينا طريقة حسابية دقيقة يقدر من خلالها طبيب الكلا يحدد بسهولة مستوى الاوفر هيدريشن عند المريض ومستوى التغذية عند المريض ويتمكنه زي ما قلنا انه يحط الخطة العلاجية الخاصة بالمريض بسهولة اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وانفع بنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته